بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السادس من الفصل الثاني لمقرر النظم بالمعالج الضقيق في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن externally initiated operations أو العمليات التي تبدأ من الأجهزة الملحقة بالحاسب نشوف مع بعض بنقول externally initiated operations عمليات بتبتدي من الخارج من الخارج معناها إيه؟ معناها الجهاز يؤثر على العملية يعني عندي external devices أجهزة خارجية بنقولي بقى كان initiate بتقدر تستارت تبتدي one of the four following operations يعني قدامنا أربع عمليات اللي بيقوم بيها وبيبتديها بيعمل لها عملية start هي مين؟ هي الأجهزة الخارجية الملحقة بالحاسب طيب نشوف إيه هما الأربع عمليات نمسك أول عملية مع بعض عملية reset وكلمة reset أنت عارفين معناها أنك إيه؟ إجعل كل شيء يبدأ من الزيرو صح؟ ابتدي من الصفر معناها إيه بقى؟ معناها كل العمليات تتوقف معاي؟ والprogram counter اللي هو البي سي ها؟ يبدأ من عند الصفر يعني إذا وكأن تنفيذ الأوامر ها؟ يبدأ من الصفر جميل يبقى إيه؟ there's aed؟ يبدأ من البداية stop وابدأ من البداية الـ interrupt معناها قطع يعني إيه قطع؟ يعني ايه قطع؟ يعني الميتربوسيسوم بيبقى شغال يعمل في بعض العمليات ثم يجله أمر من جهاز من جهاز خارجي يبدأ يعمل حاجة اسمها surface routine او ينفذ ما يسمى برنامج الخدمة وده معناه ايه وده معناه ان يتوقف لبعض الوقت يجري بعض العمليات الاخرى المهمة ثم يعود مرة اخرى للعمليات اللي كان ايه مسكها قبل كده فاذا انت معناها قطعة وهي ملحوظة هنا جماعة انه لما يتوقف فترة عن بعض اجراء بعض العمليات ثم يعود مرة اخرى للعمليات اللي كان مسكها قبل كده معناه انك انت قطعت شغله ورجع تاني للشغل الاولاني عشان كده جات كلمة interrupt من هذا من هذه الفكرة فنقرأ مع بعض كده بنقول macro processors operations are interrupted يعني العملية اللي كان مسكها وقفت تمام and macro processor يبدأ ينفذ بقى حاجة تانية اسمها service routine او برنامج فرع للخدمة ايه اللي بيحصل بقى جماعة الروتين دوت او هذا البرنامج الفرعي handle the interrupts يقدر يتعامل مع ال interrupt ويبدأ بقى يعمل necessary operations بعض العمليات المهمة العشان كده انا اطعت تفكيرك اطعت عملك لان اعايز بعض العمليات هما يتم اجراءها دلوقتي ثم بعد ما بيخلص هذه العمليات المهمة يحصل ايه بقى يرجع تاني المايكرو بروسسور ينفذ العمليات السابقة ويستمر في عمله اللي كان فات قبل كده طب نشوف مع بعض يا جماعة كده احنا قلنا عمليتين مع بعض اللي ام ايه الايوة اللي هو ال reset وايه كمان ها فاكر صح بروبه عليك وايه كمان ويقول انت الربط طب نشوف كمان عمليتين كمان ready يعني ايه ready يعني انتوا عارفين بالعرب ready يعني كنا على استعلات مش كده وفيها هنا الايه ال external device يا جماعة بيبعث يعني ايه signal اشارة للميكرو بروسسور wait انتظر استعد خليك في ال wait في ال wait يعني في الايه في الانتظار انتظر data هتتبعث لك من عندي دلوقتي دي معنى كلمة ready خليك على انتظار معايا اذا نقول مع بعض احنا بنتكلم عن فاملية 8085 بيقول هازقبين called ايه rdy يعني فيها طرف كده اسمه ready خليك على انتظار هذا الطرف is used to external device يعني بيستخدمه هذا ال external device ليه بقى يا جماعة to stop 8085 until they catch up استنى توقف تمهل لغاية ما يجي لك مين ال data اللي عندي عشان كده بنخلي in wait state بنخلي دايما ال macroprocessor في حالة الانتظار طيب ده رقم 3 رقم 4 امر اسمه hold وكلمة hold معناها ايه يعني حاجة ما سكها مش كده وهنا مقصود بها هواء التحكم بس التحكم في ايه بقى بيقول لك التحكم في المسارات يعني ال external device هذا الجهاز الخارجي يعطي اشارة للباصز للمسارات اللي هي اللي هي اللي تحمل ال data المسارات اللي هي الباصز وتتحكم في ال data وتتحكم في تنفيذ الاوامر وكمان ايه جماعة وبتأمل عملية التوقف للمسارات وسير ال data في هذه المسارات معنا شباب فاذا نتعلم مع بعض بيقول لك ايه برضو في الفاميلي 80-85 هذا ابن cold hold في طرف اسمه hold هذا الطرف used by من اللي بيستخدمه احنا اتفقنا كل الاربع اوامر دول بيستخدمهم ال external devices to gain control اه خلي بقى كلمة control للتحكم في المسارات في الباصز معنا وبيقول لك ايه كمان ها بند اشارة to stop executing عشان يتوقف ايه شغل الماكروبروسوسور to stop executing instructions وكمان يا جماعة stop using the basis وتوقف عن استخدام الباصز لو سمحت يا ماكروبروسوسور وقف عملياتك وتوقف عن استخدام الباصز لاني انا المتحكم دلوقتي في هذا الموضوع اللي هو اللي بيتكلم ال external device ابسط مثال الكلام ده يا جماعة هو ال dma اللي هو ال direct memory access او الوصول المباشر للذاكرة وفيها ال data بتدخل على طول على الزاكرة دون الايه الدخول على ميكروبروسوسور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة